المواجهة الصامتة بين يغرط وعدائه السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات أولا المواجهة الصامتة بين يغرط وعدائه لكي تتوسع روما في بلاد المغرب ولكي تبسط سيطرات على المنطقة استخدمت أسلوب التريوث ووسيلة التحالفات والمهادنة في مرات أخرى عقدت حلفا مع ماصي نيسا لتتمكن من القضاء على هانيبال في زاما مائة واثنان قبل الميلاد أو إثارة القبائل على بعضها البعض من خلال منح الامتيازات وانتهت سياسة فرر تسد لتجد لنفسها مبررا للسيطة العسكرية ولعل الملوط النوميد أدرت النوايا الخافية للحليفة الروماني السابق باتانوا يزودونه بالعطايا والهيبات بين الفنية والأخرى لقاء الحفاظ على عروشهم ومن بين هذه الهدايا الفيلة والخيول والقمح ارتفعت صادرات النوميد نحو روما ما بين سنتين مائة وخمسة وسبعون إلى مائة وخمسون طبل الميلاد بشتابير ولعل استطاع نظام الحط في عهد العاهل ماصيبسا ابن ماصي نيسا لمدة ثلاثين سنة تاملة وتمييزه بالسلم وبناء المملة من النواحي الاتصادية والحضارية يعود لهذا السبب وبوفاة العاهل ماصيبسا في سنة 118 قبل الميلاد بدأت مرحلة جديدة في المملة النوميدية أساسها الصراع والفتنة بين الإخوة وبعد وفاة ماصيبسا سنة 118 قبل الميلاد اجتمع الأمراض الثلاث ابنيه أضرابال وهمصال وابن عمهما يغرطى بالمستبعل للحديث حول أوضاع المملة وفي هذا الاجتماع تفجع الخلاف بين ورثة العاش النوميد الثلاثة أوصى ميسيبسا قد بالخلافة للأمراض الثلاثة وتانى يغرطى أكبرهم سنا وأرثرهم تجربة وهذا ما جعل ميسيبسا يصيه وهو على الفراش الموت بهما أرسم بهذه اليد الممدودة بحرث طيقتنا ويعطيننا بالمملة أترجعت وأتوسل إليت أن تبر وتودى هذين الولدين ابن عمك بطرابة الدم وأخويت من خلال النعم التي أسبختها عليك أترجعت أن لا تبعد أطريبة الذين تجمعت بهم روابط الدم وتضم إليت الأغراب فأطاربتهم الحراس الحقيقيون للعرش والصداقة والأصدقاء لا يمكن الحصول عليهم لا بالمال ولا بالسلاح ولكن بتبادل المصالح والإخلاص أما أنت يغرطى فأنت أكبر إخوتك سنا وأرثرهم مرضيرا لأن تجعل الأمور تسير جيدا لأنه مهما تانا نزاع طوى واشد فإن المرأة الذي يسم على ذلك ويجعل الأمر صالح الوفر دائما يتون فيما من طل الأرزاء أما أنتم يا أضرابال وياهيم بصال فإمنح احتراماتما وإجلالاتما لرجل تهذا وتحلي بشجاعته وخصاله ومن خلال فضائلاتما اجتنب بأنني أثرت ابني بالتبني على ولدي من صلبي من خلال هذه الفقه لصاليتوس يظهر بأن ماسيبسا قد أوصى إلى يغرطى لكي يتولى أمر المملكة لعدة الاعتبارات منها خبراته العسكرية مع الجيش الروماني ولأنه أرسى الأميرين تجربة وعمرا وقدر على القيادة وقد يكون ماسيبسا اختار يغرطى نظام لمعرفته بنوايا ابن أخيه لو أنه اختار أحد ابنيه فقد يغدر بهما وخصوصا وهو الذي أراد أن يتخلص منه حينما زج به في الحرب في مدينة توماس بإسبانيا سنة 134 قبل الميلاد لمساعدة سيبيون الإيميلي أظهر يغنط حينتا عسترية تبيرة في الحرب وهو الذي كان ملعا برطوب الخيل والصيد الأسود والحيوانات الأخرى فقد كان الأسرع في تنفيذ خطة الصيد دوما ولعلم مشاركته في حرب إسبانيا وإنبهاء سابيون الإيميلي بتفاهته من خلال رسالته إلى العهل ماسيبسا لقد أظهر ولدتي يغرط في الحرب فضائل حسنة وشجاعة فائقة أسعدتني ونالت إعجابي وسأبذل ما في وسعي من أجل أن ينال هذا الفضل تقدير مجلس الشيوخ والشعب الروماني فبإسم صداقتنا المتينة أهنئت بابن تشوجا فهو جدير بيتا وبجده مصنيسا ولعل هذا ما جعل ماسيبسا يقدمه على ولديه ورغم أن الرومان تانوا يعرفون الكثير عن شجاعة هذا الرجل وطموحه ولذا يتساوى على نشر الفيتا في المملة النومدية حتى تبقى ممزقة بين ملور ضعاف حتى يسول لهم التدخل في تنصيب من ينفذ معاربهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد